السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة أشياء لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم شاهدة فلسطينية تتكلم عن حب الشعب الجزائري لفلسطين تابعوا معنا هذا الفيديو مرحبا نسمع الشعب الجزائري دايما بيقول فتحولنا الحدود باش نحرر الأقصى شو معناها؟ معناها يارات حدودنا مع فلسطين كان زمان حررناها لربما هيدا الأمنية من أكثر الأمنيات الخيالية يلي بيطلبها شعب دم وحامي مثل الشعب الجزائري بس شو معناها مع الشعب الفلسطيني خصوصا؟ ولاش كل تركيز الشعب الجزائري بيجي دايما مع الشعب الفلسطيني؟ بعيدا عن البعد الديني والوطني والعربي ولأنه العلاقة بين الشعبان إلى خصوصية رهيبة وهي الخصوصية لازم ننطلق منها حتى نستوعب شو يلي بيجمع الفلسطيني مع الجزائري سمعتوا عن شي اسمه المحتشدات؟ أنا رح خبركم زمان لما كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي تعرضوا لأبشع أنواع الإبادة بصور الحديثة والقديمة واختلفت صور الموت بالجزائر حتى بفترة من الفترات صارت الجزائر عبارة عن مختبر عسكري نفسه وهي على فكرة سياسة مقننة متمثلة بإقصاء اجتماعي وبيئة صحية سيئة وارتفاع نسبة الوفيات وفقر وجوع وهي أيضا سياسة تنفذت بحسب كل المراجع والأدبيات بمطلع الثورة الجزائرية لما بيجوا علماء فرنسيين سواء كانوا مدنيين أو عساكر بيوصفوا من خلالها تقنية هندسة اجتماعية عشان يهيمنوا على عقل الشعب الجزائر بعد ما سيطروا على جسمه سواء باعتقاله أو بقتله أو تهجيره أو احتلال أرضه والهيما نهاي ووظيفتها فصل الجزائر أولا عن أرضه والثانيا عزله عن مقاومته وعن الشعب وبصير كل هيدا من خلال تجريدهم من وسائل العيش وتجميعهم بمحتشدات بعد ما يحرقوا بيوتهم ويدمروها ويسرقوها ويسرقوا ممتلكاتهم لشو كل هالشي؟ عشان يدمروا المجتمع يلي هو الحاضن الشعبي للمقاومة والبنية التحتية للصمود وطبعا هيدا كله مستورد من تجربة أمريكا بعهد المرشال كلوزار تماما بالضبط نفس ما انت عم بتفكر عم بعيش الفلسطيني اليوم بأرضه المحتلة عموما وقطاع غزة خصوصا نفس التجربة الاستعمارية يلي عاشها الجزائر لكن بصورة أشد فضاعة وأكتر سطوة وطبعا طبعا هون ما عم قارن معانات بمعانات بس بقلكم قديش الاحتلال والاستعمار عم يتبادلوا الأدوات بينهم وبين بعض وبيعملوا اسقطات استعمارية عشان يسيطروا على المجتمع نفسيا واجتماعيا وهيدا فعليا يلي عم بيصير حاليا بهيدا الحرب على غزة نفس تجربة الجزائر تماما ويلي هي بلشت من اتفاقية أوسلو الفلسطيني يلي عايش بالداخل المحتل عم بعيش محتشدات لحاله وعم يدرس تاريخ اسرائيل وبيحاولوا يشوهوا ذكرته الجامعية وارتباطه بالأرض وكمان عم يعزلوا ابن الضفة والقدس عن بقية الفلسطينيين وهاي غزة من 17 سنة عم بتعيش داخل مختبر نفسي واجتماعي تسعى اسرائيل تركز السكان الفلسطينيين بمحتشدات مقتزة ومنعزلة عن بعض البعض وبتخلي سرقة وسلب الأرض أسهل بدون مقاومة وفعل نفس ما حاليا عم بصير خاصة بغزة تهجير السكان من هاي الحرب وتركيزهم بمنطقة رفح يلي فيها أكتر من مليون سبعمية ألف نازح بظل انتشار الفقر والبطالة والموت والمرض وغيرها من المعاناة يلي عم بيعانيها الغزاوة طيب لشو كل هيدا ترهيب والتخويف بالنهاية رح يوصلنا لدرجة كتير صعبة من الانهيار المعنوي ورح يعزز التفرق السياسية والنعرى الجهوية بين الأفراد وفوق كل هيدا بيخلقوا نوع من أنواع الاترابات بين أبناء البلد الواحد عشان يقضوا على الوحدة الوطنية ويفككوا الروابط بين الشعب والمقاومة والأشد عنفا يلي هو نزع عن الشعب صفته المقاومة وأخيرا تمرير أي برنامج سياسي بيعجب إسرائيل وبيوافق عليه الفلسطينة لأنه تعب ووصل لمرحلة من الموت ما حدا وصل له يلي هالمرة ما رح يصير